جميل تمام خلينا نتكلم شوية عن القصص اللي موجودة بقى يعني احنا عندنا حوالي 19 قصة في المجموع 19 قصة مظبوط كم واحدة منهم حقيقية وكم واحدة بينهم من وحي خالق واحنا متفقين ان الخمسة واربعين اجتماعيين الخمسة واربعين اجتماعي الخمسة واربعين دقيقة في كل قصة حقيقيين او بيحكوا حاجة حقيقية جدا بس في قصص حقيقية كلها ايوة وفي قصص فيها جزء حقيقي وفيها جزء من الخيال فيها جزء مقدرش اقول خيال في المطلق بس بيبقى له مسج او رسالة معينة عايزة اوصلها بس في قصة حقيقية 100% اسمها هودا مصطفى هودا مصطفى دي قصة حقيقية 100% ايوة انا عارفة هودا مصطفى اللي هي اخت حضرتك اه يعني انا سميت القصة هودا مصطفى بس انا اخت اسمها هالة مصطفى اه يعني اخترت اسمي تاني حسيت انه اسم قريب وانه يعني مش عايزة تقولي الاسم الحقيقي وحسيت انه اسم يعني اه مش يعني بسي وانا بكتبها ما كنتش عايزة اقول الاسم الحقيقي كنت قلقانة من رد الفعل برضو فهمها لان اتسافري بيرسونل ستوري بس بعد كده لما كتبتها والناس قارتها واسرتي قارتها حسيت قوي ان دي قصة حقيقية لان مين بيت في مصر او في العالم ما كانش عنده مريض سرطان ولم ينجو يعني يعني ودي قصة هدى هي قصة هدى اللي هي هالة اخت حضرتك انه هي القصة بتتكلم عن ظروفها المرضية اللي خليتها بفارق الحياة الراوي في القصة هي يعني الراوي في القصة هي مش انا يعني اللي بيحكي الحكاية المريضة وانا الحقيقة حطيت النهاية اللي انا متوقعها ان شاء الله وكانت اي نهاية انها راحت الجنة طبعا الله الله بص دي من أصعب القصص اللي أنا كتبتها الحقيقة لأنها هي حقيقية وبتمسك أنت ككاتبة وكإنسانة ولما تنشر الكتاب مش قادر أقولك ناس كتيرة قوي قوي كبتكتب لي ريبيوز وكده بس عن القصة دي تحديدة عن المجموعة كلها بس عن القصة دي قلولي أن دي لهم كنت تكون خيال وفي منهم ناس يعني في طور العلاج وفي منهم ناس خفوا وفي ناس منهم حكولي على صحابهم أو قريبهم ربنا يعيش في كل مريض فالقصة دي حقيقية في الماء